بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين السلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين طيب الولادة وخبثها وهذا هو الجزء الرابع لضيق الوقت لن أشير إلى خلاصة لما تقدم في الحلقات الماضية وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى نقطة وقفت عندها كي أميز تمييزاً عملياً ما بين منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة قطعاً سأذكر بعض شيء مما ذكرته في الحلقة الماضية كي يتواصل الحديث وإلا فستحدث قطيعة فيما بين هذه الحلقة وبين التي سبقتها منظومة طيب الولادة نتاج من خطة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خطتهم خلاصتها حماية مضمون الإنسان عبر تحصين العقول بالمعرفة والحكمة هذا تصوير موجز مقتضب لخطة محمد وآله حماية مضمون الإنسان عبر صيانة العقول وأتحدث هنا عن العقل الفردي وعن العقل الجمعي عن عقل كل فرد من أفراد الأمة وعن العقل الجمعي للأمة إذن خطة محمد وآله حماية مضمون الإنسان عبر صيانة العقول بالمعرفة والحكمة من هنا كان هذا النتاج منظومة طيب الولادة نتاج لهذه الخطة وأساس هذه المنظومة أتحدث عن منظومة طيب الولادة أساسها الحكمة المادة الأولية المنتشرة فيها في صناعتها وفي تنظيمها ومر الكلام علينا في الحلقات المتقدمة بحسب آيات الكتاب الكريم حينما حدثتكم عن صناعة هذه المنظومة وعن تنظيمها وترتيبها الحكمة تقودنا بشكل طبيعي وتلقائي إلى الاستقامة حينما تكون الحكمة ولو بجزء من أجزائها في عقل من العقول في كيان إنسان ما فإن الحكمة هذه ستقوده إلى الاستقامة قطعا ستكون الاستقامة في مرتبة بحسب مرتبة الحكمة التي عنده الحكمة مراتب والاستقامة هي الأخرى مراتب الاستقامة إنعكاس عملي وقولي للحكمة التي تشرق في قلب الإنسان والاستقامة في الحقيقة هي الكون مع إمام زماننا أن نكون معه حينما أتحدث عن الكون مع إمام زماننا إنني لا أتحدث عن الجغرافيا الكلام هنا كلام الحقيقة بعيدا عن الزمان والمكان بعيدا عن الملابسات الشخصية في حياة كل شخص منا بعيدا عن الظروف الموضوعية التي تحيط بنا إنني أتحدث هنا بلسان الحقائق الكون مع إمام زماننا أن نكون معه بعقولنا أن نكون معه بقلوبنا بمشاعرنا بنوايانا بمخططاتنا في كل عمل من أعمال حياتنا ولقد لخصت لكم هذا بعبارة مجزة كررتها في الحلقات الماضية أن يكون هم حياتنا موافقا لهم إمام زماننا قطعا سيكون بحسب معرفتنا من الجهة النظرية وبحسب إمكاناتنا الدنيوية من الجهة العملية نحن لن نستطيع ولا أقول لا نستطيع لا نفي قد تنفي بنحو مؤبد وقد لا تنفي بنحو مؤبد أما لن في العربية فإنها للنفي المؤبد ولذا لا أقول لا نستطيع إنما أقول وأنا على يقين من ذلك لن نستطيع لن نستطيع ولن يستطيع أحد منا أن يكون همه مطابقا لهم إمام زماننا وإنما نقوم بهذا الأمر بحسبنا نظريا بحدود معارفنا عمليا بحدود إمكاناتنا الدنيوية لكن في النهاية فإنني أقولها بالإجمال أن يكون هم حياتنا موافقا مطابقا بالإجمال لهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه فكرة وجيزة مقتضبة عن منظومة طيب الولادة هذه المنظومة المتقنة والمحكمة والحكيمة ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا الحجة بن الحسن وهو الذي يدخل فيها من يريد إدخاله ويخرج منها من يريد إخراجه يتساوى الجميع في هذه المنظومة الرجال والنساء الكبار والصغار الأبيض والأسود الغني والفقير الطويل والقصير الجميع في أفق واحد ولكن كل شخص بحسب مستوى عقله بحسب مستوى معرفته بحسب مستوى صدق وإخلاص نيته بحسب مستوى سعيه وعمله ومثابرته في المرابطة عند ثغور العقيدة السليمة التي هي وظيفتنا في إحياء أمر إمام زماننا والتمهيد لمشروعه العظيم وتلك هي الحكمة في أوضح صورها حينما تتجلى الحكمة في أوضح صورها قطعا لكل شخص بحسبه لا يتساوى اثنان حتى لو كان في مرتبة واحدة لا يتساويان في جميع الجهات فكل إنسان له كيانه الخاص به وله كينونته الخاصة به وله مكوناته العقلية والمعرفية وله وله الحكمة حينما تشرق فذلك يعني أن الإنسان وصل إلى هذا المستوى إلى مستوى انبلاج فطرته انبلاج الفطرة هو هذا الذي تتحدث الروايات الشريفة عنه من أن من أخلص لله أربعين صباحا هذا الإخلاص يؤدي إلى انبلاج الفطرة فإذا انبلجت الفطرة تفجرت ينابيع الحكمة من القلوب على الألسنة تلاحظون أن منظومة أحاديث أهل البيت وأن تفاريع ثقافة العترة الطاهرة تأتي متماسكة متسكة في نظام واتساق دقيق جدا 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 منظومة طيب الولادة تقودنا في آخر الأمر إلى انبلاج الفطرة ولذا فإن العناوين المهمة هنا خطة محمد وآله منظومة طيب الولادة نتاجها الحكمة اليمانية الحكمة المهدوية أساس هذه المنظومة الحكمة تؤدي بنا إلى الاستقامة التي هي الكون مع إمام زماننا الكون معه بعقولنا وقلوبنا وهذا هو الذي سيقودنا إلى انبلاج الفطرة حيث تتفجر ينابيع الحكمة من القلوب على الألسنة وإنما تتفجر ينابيع الحكمة تارة بألطاف جلية مباشرة وأخرى بألطاف جلية غير مباشرة وثالثة بألطاف خفية مباشرة ورابعة بألطاف خفية غير مباشرة فالألطاف الجلية منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر والألطاف الخفية كذلك منها ما هو مباشر له سياقه المحسوس الخاص به ومنها ما هو غير مباشر ليس له من سياق محسوس واضح وإنما تستنتج العقول حقيقته هذا موضوع خارج عن بحثنا وقد قرأت عليكم ما جاء في خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهو يحدثنا عن إمام زماننا الخطبة الخمسون بعد المئة من طبعة دار التعارف بيروت لبنان يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس في غيبته ولكنه يتواصل مع أوليائه بهذه الطريقة تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء يغبقون عند المساء ويصبحون عند الصباح ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح بعد الصبوح فهم يغبقون ويصبحون هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة بحسب مرتبة اللطف التي تعامل الإمام الحجة بها مع ذلك الشيعي فهناك لطف جلي مباشر وهناك لطف جلي غير مباشر وهناك لطف خفي مباشر وهناك لطف خفي غير مباشر ماذا نقرأ في سورة البقرة وفي الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة السياق هو السياق الحكمة آثارها الصريحة الواضحة على الإنسان في عقله وقلبه آثارها الرشاد الرشد وآثارها الفقاهة الفقاهة بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا بحسب اصطلاحات الحوزة الطوسية القذرة لا شأن لي باصطلاحات هؤلاء القوم البتريين لما أتحدث عن الفقاهة بحسب ثقافة العترة الطاهرة الحكمة والرشد والفقاهة تتجانس وتتمازج هذه المضامين قد تكون نشأة واحدة وقد تظهر في عدة نشآت في الآية التي أشرت إليها وهي السادسة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي هناك رشد وهناك غي الرشد يمازج الحكمة والغي يمازج السفاهة التي هي أساس منظومة خبث الولادة وسيأتينا الحديد لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت بمنظومة خبث الولادة وشؤونها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة العروة الوثقة ولاية علي العروة الوثقة ولاية إمام زماننا العروة الوثقة معرفة إمام زماننا وطاعة إمام زماننا والتسليم لأمره في السراء والضراء هذه هي العروة الوثقة قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله سميع عليم الآية التي بعدها واضحة جدا في المضمون الذي أحدثكم عنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل من ظلمات السفاهة من ظلمات الغي إلى نور الحكمة إلى نور الرشد والرشاد إلى نور الفقاهة إلى النور الحقيقي إلى معرفة إمام زماننا والذين كفروا الذين كفروا ببيعة الغدير أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور هؤلاء ما هم كفار الجاهلية الإمام الصادق يقول وأي نور عندهم حتى يخرجوا منه وإنما هذا نور دين محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل حيث نسخت هذه المرحلة حينما بدأت مرحلة التأويل عند بيعة الغدير فنسخت التأويل التنزيل ولذا فإن رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل هذا ما هو بتأويل القرآن هذه مرحلة الدين الجديدة تأويل القرآن جزء منها فإن مرحلة التنزيل نسخت نسخت بمرحلة التأويل ولذا جاءت الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة لماذا لأن مرحلة التنزيل قد نسخت نسخت فإن الرسالة تحولت إلى مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير هذا هو سر الحكاية في بيعة الغدير وهذا هو سر الحكاية في الآية السابعة والستين من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من نور مرحلة التنزيل إلى ظلمات دين سقيفة بني ساعدة حينما بقوا واستقروا وثبتوا على مرحلة التنزيل التي نسخت وصارت أمرا باطلا مشكلة الطوسيين هي هي فهم باقون على مرحلة التنزيل لأنهم أخذوا دينهم من سقيفة بني ساعدة ولم يأخذوا دينهم من العترة الطاهرة فدين العترة الطاهرة هو دين مرحلة التأويل وهو دين علي وآل علي حيث أمرنا رسول الله في غدير خوم ألا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي وأن لا نفهم الدين إلا وفقا لمنطق علي وآل علي هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا هذا هذا هو المراد من الحكمة وهذا هو المراد من الرشد والرشاد وهذا هو المراد من الفقاهة ومن الهداية تدبروا في هذه الآيات لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الدين لا إكراه فيه لأن موطن الدين في العقل وفي القلب ولا يستطيع أحد أن يكره العقول أو أن يكره القلوب إنما بالإمكان أن نكره الألسن أن نكره الأجسات طاغوت بإمكانه أن يفرض على الناس أن يقول ما يريده وأن يعمل بأجسادهم بحسب الظاهر ما يريده لكنه لن يستطيع أن يتحكم بعقولهم وقلوبهم إلا عبر البرنامج الإبليسي عبر الأكاذيب والأضاليل والأحابيل والمكائت وإذا ما جاء اليوم وانكشفت الخديعة فإن العقول الحرة وإن القلوب الصادقة سترفض الأكاذيب وستبحث عن الحقيقة وستكون نادمة على الوقت الذي قضته تلك العقول وتلك القلوب في فناء الأكاذيب وفي فناء الخدع مثل ما يجري على الشيعة الآن وجرى عليهم منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه المشؤوم عبر حوزة النجف المشؤوم قد تبين الرشد من الغي الرشد هو الحكم والغي هو السفاة والحكمة عند منظومة طيب الولادة أما السفاهة فعند منظومة خبث الولادة قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا الرشد وهذا الرشاد قرأت عليكم حديثا من كتاب فضائل فضائل الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة قرأت عليكم منه حديثا عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في الحلقة الماضية هذا الحديث سيكون جماعا لكل ما حدثتكم به من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة جماع كل الكلام هنا وكل الصيد في جوف الفر إنه الحديث الخامس عشر أبو حمزة الثمالي يحدثنا عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول إمامنا إني لأعلم قوما دقق النظر معي في هذه الكلمات الوجيزة إني لأعلم قوما قد غفر الله لهم ورضي عنهم وعصمهم ورحمهم وحفظهم من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد هذه هذه القمة وهداهم إلى كل رشد وبلغ بهم غاية الإمكان بعدما هداهم إلى كل رشد وهذه هي الحكمة التي أحدثكم عنها الحكمة من كل سوء وأيدهم وهداهم إلى كل رشد قد تبين الرشد من الغاي هنا هنا يتحقق معنى الاستمساك بالعروة الوثقة التي لن فصام لها وبلغ بهم غاية الإمكان قيل منهم الصادق هذا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحدثكم الآن وبالإجمال والإجاز عن منظومة خبث الولادة التي هي نتاج من خطة إبليس وآله خطة إبليس وآله سأختصرها لكم في هذه الكلمات خطة إبليس وآله هي مسخ مضمون الإنسان إنها خطة منافرة بالتمام والكمال لخطة محمد وآله خطة محمد وآله حماية مضمون الإنسان عبر صيانة العقول بالمعرفة والحكمة أما خطة إبليس وآله مسخ مضمون الإنسان عبر صناعة الأئمة المزيفين وصناعة المذاهب الدينية المزيفة وبهذا التزيف يخدع الناس فيعتقدون بتلك المذاهب ويتمسكون بأولئك الأئمة أئمة مزيفون ومذاهب دينية مزيفة هذا هو الذي أنشأه إبليس ولا زال يشتغل على تقويته ولا زال يشتغل على تفريعه وتجديده هذه الكلمات تلقص لكم خطة إبليس وآله مسخ مضمون الإنسان عبر صناعة الأئمة المزيفين والمذاهب الدينية المزيفة وأجلى أجلى صورة لهذا المعنى المذاهب المذاهب العباسية المزيفة مذاهب تتسقف بسقيفة بني ساعدة ومذهب طوسي لعين يتسقف يتسقف بسقيفته التي أسسها بسقيفة بني طوسي هذه المذاهب السقيفية التابعة للسقيفتين لسقيفة بني ساعدة ولسقيفة بني طوسي هذه المذاهب هي الثمرة لخطة إبليس وآله أين وضعت أين وضعت هذه المذاهب لقد وضعت في منظومة خبث الولادة فإبليس لا يستطيع أن يدخل هذه المذاهب في منظومة طيب الولادة لو كان قادرا على أن يفعل ذلك وفي جو من التزييف والتضليل والتثويل لفعل ذلك لكن منظومة طيب الولادة منظومة متقنة في غاية الإتقان ومحكمة في دقة الإحكام إنها ترتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا بقائم آل محمد فأنا لإبليس أن يدنو منها إنما يدنو إبليس منها حينما نخرج أنفسنا من هذه المنظومة أقرب لكم الفكرة الأحاديث الأحاديث التي تحدثنا عن المؤمن حينما يزني إذا زنى المؤمن فإن الإيمان يرفع منه ما دام هو زانيا ويبقى الإيمان مرفوعا عنه حتى يتوب فهذه لحظة نحن أخرجنا فيها أنفسنا من منظومة طيب الولادة هنا هجم علينا إبليس وجنوده الحكاية فيها تفصيل كثير سيأتينا الكلام تباعا إنما أوردت لكم هذا مثالا وهذا الأمر يجري مع سائر المخالفات الشرعية الأخرى إبليس ليس قادرا على أن يقتحم منظومة طيب الولادة ولذا أسس منظومته الخاصة إنها منظومة خبث الولادة لو كان قادرا على أن يقتحم منظومة طيب الولادة لما أسس منظومته الخاصة لأنه يريد بشكل خاص أولئك الذين هم في داخل هذه المنظومة إذا كنا في حماية إمام زماننا لن يقترب منا متى نكون مع إمام زماننا حينما يكون هم حياتنا موافقا لهم إمام زماننا سنكون حينئذ في أسواره وفي سياجه وفي فنائه صلوات الله وسلامه عليه حينما نخرج أنفسنا من هذا السياج من هذه الأسوار فإننا سنكون صيدا ثمينا لإبليس وجنوده هذا هو الذي يجري على أرض الواقع يا أيها الشيعة وأخبث فخ وقعت فيه الشيعة عبر القرون المذهب الطوسي اللعيم هذا أكثر فخ وأخطر فخ وأنجس فخ وأقبح فخ وأوهمنا إبليس من أن المذهب هذا هو الذي يشكل حاضنة طيب الولادة لقد ضحك علينا إبليس كثيرا وضحك علينا طويلا 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 منظومة خبث الولادة نتاج من خطة إبليس وآله أساسها السفاهة إنها السفاهة الواضحة في مراجع حوزة النجاف حينما يعرضون عن بيعة الغدير إلى بيعة شياطين سقيفة بني ساعدة إلى بيعة شياطين سقيفة بني طوسي أية سفاهة أوسخ وأقدر من هذه السفاهة حينما يعرضون عن تفسير علي وآل علي لقرآنهم القرآن هو الذي يقول عن نفسه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيها السفاهة يا مراجع النجاف القرآن هو الذي يقول عن نفسه هذا من أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فلماذا تلجأون إلى المنهج العمري حينما تفسرون القرآن ولماذا تلجأون إلى الطبر وإلى الفخر الرازي وإلى رشيد رضا وإلى الآلوس وإلى سيد قطب لماذا تلجأون إلى هؤلاء هؤلاء هم الراسخون في العلم أم أنهم ذكروا مضافا إلى الله والراسخين في العلم لماذا تأخذون تفسير القرآن من هؤلاء وتتركون تفسير الراسخين في العلم الذين أخبرنا القرآن بأنهم هم الذين يعرفون تأويل القرآن وتفسيره فقط بعد الله نحن ليس عندنا من طريق كي نتواصل مع الله كي نأخذ التفسير منه إنما نستطيع أن نتواصل مع الراسخين في العلم عبر تفسيرهم عبر أحاديثهم عبر كتبهم عبر رواة حديثهم الأمناء على دينهم والأمناء على حديثهم هكذا أخبرون وهكذا حدثون حينما يعرض المراجع الطوسيون عن هذه الحقائق ويذهبون غاطسين في قذارات النواصب إنهم أسفه من النواصب أنفسهم قد نجد عذرا لنواصب سقيفة بني ساعدة قد نجد عذرا لبعضهم أما هؤلاء الطوسيون فليس لهم من عذر مطلقا خصوصا بعد أن تبينت الحقائق على أي حال سيأتي الكلام عنهم وسأعرض لكم الوثائق والحقائق لكنني مثلما قلت لكم عليكم أن تصبروا علي وأن تتابع البث المباشرة والإعادات وأن تبقوا مرابطين مع هذا البرنامج إلى آخر حرف من آخر حلقة فيه وحق الزهراء ستعرفون الحقيقة كاملة وسيغير ذلك حياتكم شئتم أم أبيتم إذا التزمتم بهذا الذي أقوله إذا تابعتم الحلقات من أولها إلى آخرها وتابعتم البث المباشرة والإعادات وصبرتم علي ستعرفون الحقيقة كاملة التي ما عرفها أجدادنا وما عرفها أجداد أجدادنا ولا عرفها آباؤنا ولا تعرفها الشيعة اليوم التحقيقات العميقة والدقيقة ستأتيكم إلى هذه الحلقة وأنا في تمهيد لتلك التحقيقات من أول شهر رمضان وإلى هذه الحلقة الخامسة فأنا في تمهيد في صناعة أرضية للقادم من التحقيقات إنني أقوم بمد الفرش كي أضع على هذه الأفرشة وعلى هذه الأرضية كي أضع النتائج التي جمعتها لكم لا أطالبكم بتصديقي والله 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 لا أطالبكم بتصديقي وإنما أقول لكم أحترموا عقولكم ودققوا النظر في المطالب التي ستطرح ولا تستمعوا إلى ما يقوله الكذابون من الطوسيين من السيستانيين من الشرازيين من جميع الاتجاهات لا تستمعوا إليهم دققوا النظر بأنفسكم لا تصفوني لا بخير ولا بشر وحتى لو وصفتموني بشر فلا أبالي تعاملوا مع المعلومات التي أقدمها لكم مثلما تتعاملون مع أي معلومات ضعوها في دائرة الشك وبعد ذلك ابحثوا عنها تدارسوها تباحثوا حولها راجعوا أهل الخبرة من غير أصحاب العمائم أصحاب العمائم كذابون لا خبرة عندهم راجعوا الأكاديميين من أساتذة الجامعات المتخصصين في المطالب التي سأتحدث عنها لا تعود إلى أصحاب العمائم أصحاب العمائم حتى لو كانوا يعرفون الحقيقة لن يخبروكم هؤلاء كذابون دجالون سفلة أسوأ العبائر وأسوأ الأوصاف هي قليلة بحقهم أتحدث عن جميع أصحاب العمائم هذا هو العاصل إذا كان هناك من استثناءات فلابد من دليل يقوم على تلك الاستثناءات وإلا فإن الأصل في أصحاب العمائم الكذب والخيانة وبيع الدين هؤلاء عباد الفروج والبطون هؤلاء عباد الأدبار كثيرون منهم عباد للأدبار لأدبار الذكور سيأتي الكلام بالوثائق بالوثائق وبالحقائق وبالدقائق لكن عليكم أن تصطبروا علي وأن تتحلوا بالنفس الطويل نذهب إلى فاصل يا من خلق فسوى يا من قد ترى فهدا يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجل هلكى يا من يشف المرضى يا من اضحك وابكا يا من امات وحيا يا من خلق الزوجين الذكور وَلْ أَلْ أَلْثَا سَبْهَا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الراحة تقود الانسان الى الضياع والضياع لا حدود له الضياع بلا حدود هذا الضياع يظهر في معنى انتكاس الفطرة مثلما الحكمة تظهر في معنى انبلاج الفطرة في منظومة طيب الولادة الضياع يظهر معناه في انتكاس الفطرة في منظومة خبث الولادة هناك اشارة ولا اريد ان اقف عليها لان الوقت لا يكفي عندي الكثير من المطالب واحاول ان الملم اطراف حديثي في هذه الحلقة كي ابدأ معكم عنوانا جديدا من تفاريع ما قدمته لكم في هذه الحلقات في دعاء زيارة امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه اقرأ عليكم من مفاتيح الجنان واجعل لعائنك المستودعة الدعاء عن ابليس وآله وجنوده وأتباعه وأحزابه ومذاهبه وقياساته واختراعاته الى ان يقول الدعاء واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم الى اخر ما جاء في الدعاء انما اردت ان اقرأ هذه الجملة التي تشير الى ما انا بصدد الحديث عنه فالدعاء فالدعاء هنا يتحدث عن مصاديق انتكاس الفطرة واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة وقد تقرأ في مناحس الخلقة والمعنى واحد واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح هذا هو الذي سيقودنا الضياع اليه الضياع يأتين من السفاهة والسفاهة هي أساس منظومة خبث الولادة الضياع سيقودنا سيقودنا الى الانحطاط سيقودنا الى الارتكاس والانتكاس حتى نصل الى هذه المرحلة الى مرحلة انتكاس الفطرة تلاحظون ان منظومة طيب الولادة تقودنا الى مرحلة انبلاج الفطرة انها تشرق نورا انها تفوح عبقا وطهارة هذا هو الانبلاج بينما بينما في منظومة خبث الولادة فان الامر سيأول الى انتكاس الفطرة والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت ماذا يفعلون لهم يخرجونه من النور الى الظلمات هذا هو انتكاس الفطرة انتكاس الفطرة له علامات علامات حسية على ارض الواقع كل هذا من احاديثهم كل هذا من ثقافة العترة الاصيلة هذه الموضوعات تحدثت عنها في برامج سابقة وسأشبعها حديثا في هذه الحلقات من العلامات الواضحة الانتكاس الفطرة عند الانسان الشذوذ الجنسي وانا لا اتحدث عن الشذوذ الجنسي بحدود المعنى الشائع في ايامنا انما اتحدث عن الشذوذ الجنسي بحسب ثقافة العترة الطاهرة فالزنا شذوذ جنسي مرادي حينما استعمل هذا المصطلح في هذا البرنامج الشذوذ الجنسي مرادي كل ما خالف دين العترة الطاهرة في اجواء حياتنا الجنسية ما يرتبط بامور الجنس في حياتنا فالزنا شذوذ جنسي والتلقيح الصناعي شذوذ جنسي والسحاق شذوذ جنسي لكن اقبح معاني الشذوذ الجنسي اللواط لست انا الذي اقول هذا هذا منطق الكتاب والعترة الطاهرة نذهب الى سورة هوت في الآية السابعة والثمانين بعد البسملة في سياق قصة شعي بن النبي قومه يقولون له قومه يعرفونه فهو من اشراف قومه أسرته أعمامه أهله من أشراف مدين قومه يقولون له قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أنت نعرفك حليما نعرفك رشيدا نعرفك عاقلا حكيما لماذا تتدخل في أمورنا هذه أملاكنا هم يفهمون الحكمة بحسب ما يفهمون لكنهم يعرفون شعيبا ويعرفون أنه حليم رشيد قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد هذه الصفة ليست خاصة بشعيب النبي هذه صفة متوافرة في كل الأنبياء والأوصياء وهذه الصفة متوافرة في كل الذين ينتمون إلى منظومة طيب الولادة فإن أساسها الحكمة والحكمة هي الرشد وهي الرشاد وهي الفقاهة وهي الهداية وهي المعرفة الحقيقية لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد في منظومة طيب الولادة والغي في منظومة خبث الولادة هذه صفة أهل الخير وما هي بصفة أهل الشر في سورة نفسها وهناك دقة وعناية في الحديث عن هذه الصفة في سورة هود في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة في سياق قصة لوطن النبي لما جاءه الأضياف الملائكة وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد هم لواطون الشذوذ الجنسي لا يجتمع مع الرشد وإنما هو من علامات السفاهة أليس منكم رجل رشيد فلوطن النبي كان عالما بأنه لا رشيد بينهم وليس هناك من رشد عندهم لو كان عندهم قليل قليل من الرشد لمن غمس رجالهم في اللواط ونساؤهم في السحاق قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إذا كنتم تريدون الممارسة الجنسية تزوجوا بناتي قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ليس منهم رجل رشيد لأنهم هكذا أجابوا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد حينها تمنى نصرة قائم آل محمد بحسب تفسير العترة الطاهرة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إنه يتذكر صاحب الأمر يتذكر اليوم الذي سينتشر العدل وينتشر الحق وسينتهي كل الضلال يتمنى ذلك اليوم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إنه يتمنى نصرة إمام زماننا ويتمنى نصرة أوليائه له للوطن النبي قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد شعيب النبي رشيد لوط النبي رشيد أما قوم لوط فما فيهم من رشيد في سورة نفسها في الآية السابعة والتسعين بعد البسملة من سورة هوت إلى فرعون وملئه الآية السابقة وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ملأوا فرعون قومه اتبعوه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إشارة واضحة إلى أن آل فراعنة سفهاء وفي الوقت نفسه إشارة إلى شذوذهم الجنسي كل فرعون بحسبه لأن السفاهة إذا مشتدت ظهر الشذوذ الجنسي على صاحبها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد السفاهة فرعون واضحة في سورة طاها في الآية التاسعة والسبعين بعد البسملة وأضل فرعون قومه وما هدا أضلهم بسفاهته وأضل فرعون قومه وما هدا وفي سورة وفي سورة غافر في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاة لأنكم في منظومة خبث الولادة في منظومة الغي في منظومة السفاهة في الآية التي قبلها وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب التباب هو الخسران والهلاك وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاة لأن أمر فرعون ما هو برشيد وما أمر فرعون برشيد هناك تلازم في الثقافة القرآنية وفي ثقافة العترة الطاهرة فيما بين منظومة طيب الولادة والحكمة وانبلاج الفطرة وفيما بين منظومة خبث الولادة والسفاهة وانتكاس الفطرة الشذوذ الجنسي من أوضح مصاديق انتكاس الفطرة خصوصا في اللواط وتفاريعه القذرة الوسخة نذهب إلى فاصل موسيقى 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 سبحانك موسيقى 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 أضرب لكم مثالا واقعيا حسيا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل هناك فراعنة من فراعنة قريش الذين واجهوا رسول الله بحسب زمانهم ومكانهم وظروفهم الموضوعية المصداق الأول من أولئك الفراعنة أبو جهل أبو جهل ما هي كنيته الأصل كنيته أبو الحكم وإنما كانت قريش تكنيه بأبو الحكم هم يقولون لحكمته لدرايته في شؤون الحياة وإدارة الأمور فكان يكنى بأبو الحكم النبي هو الذي كناه بأبي جهل وإلا فكنيته أبو الحكم وهو عمر ابن هشام ابن المغيرة المخزومي إنه ابن عمي خالد ابن الوليد خالد خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي وهذا أبو جهل الذي كان يكنى بأبي الحكم عند قريش هو عمر ابن هشام ابن المغيرة المخزومي فأبوه هشام وأبو خالد ابن الوليد الوليد أخوة فهما من أبناء المغيرة المخزومي ويقولون في كتبهم نواصب سقيفة ابن ساعدة بأنه من أخوال عمر ابن الخطاب ليس مهما هذا أبو الحكم والذي سماه رسول الله أبو جهل لأن الجهل عنوان السفاهة حيثما كان الجهل كانت السفاهة وحيثما كانت السفاهة كان الجهل الجهل تارة يكون في مقابل العلم ففاقد العلم جاهل وتارة يكون في مقابل العقل ففاقد العقل جاهل الجهل هنا جهل على مستوى العلم وعلى مستوى العقل بالنسبة لهذا الفرعون الفرعون السفي أتعلمون أن أبرز صفة فيه كان مأبونا كان مأبونا يلاط فيه يلاط فيه العبيد يلاط فيه الكبير والصغير حتى صارت أبنة أبي جهل يضرب بها المثل أقرأ عليكم من تاريخ الطابري وهذا هو الجزء الأول من تاريخ الطابري المتوفى سنة 310 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان في الصفحة الحادية والسبعين بعد الثلاثمائة صفحة 371 فيما يرتبط ب أحداث واقعة بدر في السنة الثانية للهجرة عتبة ابن ربيعة وهو جد معاوية من جهة أمه أم معاوية هنت هي هنت بنت عتبة عتبة ابن ربيعة من وجوه المشركين من وجوه قريش بعد أن وصل خبر سلامة القافلة التي جاء بها أبو سفيان من الشام إنها قافلة قريش التجارية عتبة ابن ربيعة اقترح على القريشيين أن يعودوا إلى مكة وأن لا يصطدموا في حرب مع محمد صلى الله عليه وآله أبو جهل لما بلغه الخبر كان في جهة ثانية من معسكرهم لما بلغه الخبر هكذا قال قال لقد انتفخ سحره السحر في لغة العرب الرئة الرئة التي في الصدر العرب هكذا يقولون من أن الجبان إذا اشتد جبنه وزاد خوفه فإن رئته تنتفخ هكذا يقولون هذا جزء من ثقافتهم فعتبة بن ربيع لما سمع بمقالة أبي جهل بمقالة أبي الحكم كما يسمونه من أنه قال عن قد انتفخ سحره فماذا قال عتبة قال سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو سيعلم في ساحة القتال من هو الجبان من هو الخائف ماذا قال عن أبي جهل سيعلم المصفر أسته أسته هي فتحة الدبر فتحة الدبر بشكل مباشر ما معنى المصفر أسته لأن أبا جهل كان يزين فتحة دبره بالزعفران يصفرها بالزعفران يزينها للذين يلوطون به وهذا الأمر كان معروفا في قريش من أنه يزين بالزعفران لتغيير لونها ولتطيب رائحتها فلذا قال عتبة ابن ربيع وهم كلهم في مكان واحد هؤلاء كلهم كانوا يعملون قوادين في تجارة الجنس في مكة لكن أبا جهل كان مأبونا جدا وكان مشهورا بأبنته وبتصفير فتحة دبره هذا لعنة الله يعلم فهناك تلازم بين الجهل في ثقافة الكتاب والعطرة وبين الشذوذ الجنسي ومرت الآيات وهذه واقعة عملية عصية مباشرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله تتحدث عن فراعنة زمانه فما أمر هذا الفرعون برشيد وهكذا كل فراعنة الأئمة حالهم هذا الحال أقرأ عليكم رواية ذكرها ابن شهر آشوب الماز دراني في كتابه مناقب آل أبي طالب هذا هو الجزء الثالث من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الماز دراني من محدثي الشيعة توفي سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء الطبعة الثانية ألف تسعمية واحد وتسعين في الصفحة السابعة والستين قال رجل للصادق عليه السلام أحد أصحابه أحد الشيعة قال للصادق عليه السلام يا أمير المؤمنين ماذا قال له الإمام الصادق ما ما اسم فعل هكذا يقولون في العربية ما اسم فعل بمعنى أكفف ما الذي تفعله ما فإنه فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل بلاء أبي جهل الأبنة وأبنته معروفة ألا لعنة الله عليه هؤلاء هم الذين كانوا يؤذون رسول الله والذين يؤذون إمام زماننا في غيبته أو في ظهوره من هذه الأصناف من قطان منظومة خبث الولادة قال رجل للصادق عليه السلام يا أمير المؤمنين فقال ما ماذا تقول ما فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا منظومة خبث الولادة سيدها إبليس سيدها الشيطان إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا نحن بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط لشأن لنا بما يقوله مفسر سقيفة بني ساعد أو ما يقوله مفسر سقيفة بني طوس فليذهبوا بتفاسيرهم إلى الجحيم وإلى منظومة خبث ولادتهم هذا تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الجزء الأول من جامع الأحاديث التفسيرية المعنون بتفسير العياشي إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين بسنده بسند العياشي دخل رجل على أبي عبد الله على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين هكذا سلم على الإمام الصادق السلام عليك يا أمير المؤمنين إمامنا الصادق هو أمير المؤمنين لا شك في هذا لكن هناك آداب هناك بروتوكول هذا الوصف أمير المؤمنين خاص بعلي فقط هذا لعلي فقط مضمونه موجود في إمامنا الصادق ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم إمامنا الصادق هو أمير المؤمنين مضمونا لكن هذه الألفاظ هذه آداب هذه حدود هذه قيود هذه رموز هذا اللقب خاص بعلي بعلي العلا والمعالي فقط فحينما نقول أمير المؤمنين هو المرتضى ولا يوجد من نقول له بأنه أمير المؤمنين من غير علي إلا وقد ابتلي بداع أبي جهل دخل رجل على الصادق صلوات الله عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدمي الإمام انتفض ما الذي تفعله ما الذي تقوله ماذا دخل رجل على الصادق صلوات الله عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه فقال ما ما هذا الذي تقوله ما أكفف لا تكمل ما هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عليه السلام الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به رضي بهذا الاسم إلا كان منكوحا وإن لم يكن به من البداية ابتلي به وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه من دون عليا يدعونه بأمير المؤمنين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فهذا الرجل يقول قلت فماذا يدعى به قائمكم إذا ما ظهر قائمكم فماذا يدعى قلت فماذا يدعى به قائمكم قال يقال له السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا ابن رسول الله حينما تتابعون برامجي أكثر دائما من السلام على إمام زماننا بهذه الصيغة السلام عليك يا بقية الله هذا أخذته من رواياتهم ومن أحاديثهم أدبنا في هذه القناة وفي هذه المؤسسة مأخوذ من هذه الروايات من هذه الأحاديث الشريفة ما ماذا تفعل ماذا تقول هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به وهو قول الله في كتابه يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا نذهب إلى فاصل يا أغرب من كل قريب يا أعب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفیق يا أقوام من كل قبیه يا أغنا من كل غنی يا أجود من كل جواد يا أرعف من كل رفیق يا أغرب من كل رفیق يا أغرب من كل رفیق يا صانعن غير مصنوب يا خالقن غير مخلوب يا مالكن غير مملوك يا قاهرن غير مقهور يا رافعن غير مرفوع يا حافظن غير محفوظ يا ناصرن غير منصور يا شاهداً غير قائب يا قريباً غير بعيد سبحانك يا قرآت الله سبحانك الله سبحانك مثل ما قرأت عليكم من الآية السابعة والتسعين بعد البسملة من سورة هود وما أمر فرعون برشيد فرعون هذا عنوان بحسب منهج علي وآل علي في التفسير فإن هذا العنوان ينطبق على أعداء محمد وآل محمد ينطبق على أبي جهل وأضرابه وينطبق على أعداء علي وأعداء الزهراء وأعداء إمامنا المجتبى وأعداء سيد الشهداء وهكذا إلى أعداء إمام زماننا في غيبته وفي ظهوره إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الأسماء في الكتاب الكريم تنطبق على أعدائهم هذه قاعدة من قواعد التفسير العلوي أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير البرهان لهاشم البحراني وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين من الجزء الأول إنه الحديث العاشر عن داود ابن كثير قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله وسلامه عليه أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحاج هذه العناوين تنطبق عليكم أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحاج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير يا داوود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا وأعداءا فسمانا في كتابه انتبهوا إلى هذه القاعدة فسمانا في كتابه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو تمييزا وَسَمَّا أَضْدَادَنَا وَأَعْدَاءَنَا صلوات الله وسلامه عليه وَسَمَّا في القرآن وَسَمَّا أَضْدَادَنَا وأَعْدَاءَنَا في كتابه وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين ففرعون هنا في وجه إذا كان الحديث عن زمان موسى إنه فرعون موسى لكن الآيات تجري مجرى الشمس والقمر في زمان محمد هناك فراعنا وهم الذين قاتلوا محمدا قُتِلَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ مِنْهُمْ قَتَلُوا مُحَمَّدًا بِالتَّسْمِيمُ هناك فراعنة قتل الزهراء هناك وهناك على طول التأريخ هناك فراعنة يحكمون وهناك فراعنة تعدهم الناس من أهل الحكمة والمعرفة والدراية كأب الحكم عمر بن هشام الذي سماه رسول الله أبا جهل هذا كان معدودا في قريش من أهل المعرفة والعلم والثقافة والحكمة بحسب ثقافتهم الجاهلية لذا سماه رسول الله باسمه الحقيقي فكناه أبا جهل فهذه العناوين في الكتاب الكريم تشير إلى فراعنة منظومة خبث الولادة فراعنة بن العباس وهكذا وصف في أحاديث العترة ووصفت بغداد من أنها بلد ومدينة للفراعنة وللطواغيت في أحاديث العترة الطاهرة إنهم فراعنة العباسيين أبرز صفة فيهم اللواء الدولة العباسية ما هي بدولة الخلافة الإسلامية هي دولة الخلافة اللوطية إنها دولة الشذوذ الجنسي وبحسب الأحاديث فإن الشذوذ الجنسية سيكون منتشرا في الدولة العباسية في حكمها الأول وفي حكمها الثاني أيضا الواقع شاهد على هذا للحديث بقية التفاصيل تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى نلتقي غدا على ولاية دين العترة الطاهرة وعلى البراءة من المذهب الطوسي جملة وتفصيلا أخوتي أخواتي أبناء بناتي من غير الطوسيين اللعنى ومن غير أتباعهم الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر